التغذية شيء مهم جدا في حياتنا بنعي وبنمرض بسبب سوء التغذية ولما بنيجي نتعالج لازم نمشي على نظام غذائي معين سليم وخالي من اي حاجة تدور صحتنا حتى الجنين في رحم الام بيحتاج من ممتو انها تتغذى كويس وتتغذى على الاكل الجيد اللي بيعمله ايه؟ اللي بيسمح ان الدم يوصله بشكل جيد الجنين بيوصلوا التغذية عن طريق الدم طب لو الدم ده مش بيوصل بشكل جيد يبقى الجنين ده مش هيتغذى بشكل جيد في حلقة النهاردة هنتكلم عن التغذية السليمة اللي ممكن توصل لنا الدم بشكل افضل للجنين خلكم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فبها نسعد باذن الله تعالى الاغذية اللي بتخلي الدورة الدموية تبقى نشيطة محتاجين حكتين محتاجين ان الدم يوصل بكفاءة وان الدم ده نفسه يبقى كفء يعني ايه كفء؟ يعني محمل بالمغزيات محمل بكل حاجة يحتاجها الجنين طيب لو انا هتكلم عن الجزء اللي هو ان الجنين محتاج ايه؟ محتاج كل حاجة عشان يلمي كل حاجة طيب لذلك في فترة الحمل يفضل عدم عمل اي حمية غذائية خاصة احنا ممكن نعمل حمية غذائية ان احنا ناكل المفيد ونترك الغير مفيد ولكن الحميات الخاصة اللي هي ايه؟ ان احنا مثلا نبعد عن مثلا البروتين الحيواني مثلا لو احنا نباتيين وانا لا الكلام ده لا يفضل في الحمل او ان انت تهتم بيه مثلا حمية الكيتو اللي هي الحمية اللي بتعتمد على الدهون والبروتين ونبتعد عن الخضروات اللي فيها الكربوهايدريت او الحاجات دي كلها او الفواكه فده برضو لا لان الجنين بيحتاج كل حاجة فممكن يحصل نقص وانت بتعملي حمية خاصة اما الحمية اللي هي ان انت تتغذي كويس على كل حاجة بس بكميات مناسبة لوزنك ومرحلة الحمل بالنسبة للسعرات الحرية مفيش مشكلة طيب الجزئية المهمة بقى ان انا عايز اتأكد ان الدم بتاعي مش نقص منه حاجة تحليل صور الدم كاملة ويتعرض على الطبيب او الدكتور بتاع المعمل هو هيقول لك اذا كان عندك اي مشكلة في الدم ولا لأ عندك فقر دم ولا لأ ده بالنسبة لكفاءة الدم تعال بقى نتكلم هنا عن التغذية اللي بتخليلي الدم يوصل بشكل جيد للجنين وهنا برضو قبل ما نتكلم عن التغذية ساعات حتى التغذية ما بتبقاش لوحدها كافية بعض الناس عندهم مشاكل في توصيل الدم للجنين والناس دي مطلوب منها انها تعمل الآتي انها تعمل فحوصات في الدم خاصة بالتخثر الدم وبسيولة الدم وتتعرض على الطبيب لان بعض السيدات الحوام للأسف ساعات كده بيبقى عندهم مشكلة وهم مش واخدين بالهم من المشكلة دي في تدفق الدم تقول المرة واحدة ان الجنين حصلوا مثلا نقص في النمو او ان هو ما بيكبرش او ان هو لا قدر الله توقف نبضه او كذا او كذا وكذا وما تبقاش عارفة السبب ايه والسبب ممكن يكون كله متوقف على تدفق الدم الى الجنين فلو حضرتك عندك مشكلة لازم بالتغذية والعلاج لازم بالتغذية والعلاج طيب لو ما عندك مشكلة تعالي ان نتكلم بقى النهاردة ازاي نحافظ على تدفق الدم ده بالتغذية واهم الاكلات اللي ممكن تساعد على الدورة الدموية بشكل سليم اول حاجة معايا هي التوم لو برضو ما عندك مشكلة معايا مثلا بعض الناس ممكن يكون عندها مشاكل فيه مزيد من الانتفاخات غازات فتقلل شوية من التوم يعني الفكرة ان احنا مش عايزين نكتر هناخد من كل غزاء قدرة بسيط جدا ناخد الفايدة بتاعته بدون ما يحصل لنا اي ضرر التوم بيشتغل على التقليل من مستويات الكوليسترول السيء التوم بيحتوي على مركب بيساعد الاوعية الدموية على الاسترخاء مما يؤدي الى تدفق الدم بشكل اكثر كفاءة لو حضريك ما عندك مشاكل في القولون ممكن تكليب شكلني ممكن تبلعي فص توم بس اوعي تبقى قريبة من حسين وانت بتبلعي فص توم يا سعاد اوعي طيب لو عندك مشاكل في القولون وبيعملك مزيد من الانتفاخات لا ايه بخليه مطبوخ وهتاخدي الفايدة منه برضو قدر بسيط جدا 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 وكده احنا برضو بنستفيد به هوية التوم طيب الحاجة التانية ايه هي الرومان الرومان بينظف الشرايين بيعمل زي كلين كده للشرايين والاوعية الدموية الرومان من الفواكه الحلوة اللي بتحتوي على نسبة عالية جدا من مركبات البوليفينول المضادة للأكسادة والنتارات ودي حاجات موسعة قوية جدا للأوعية الدموية بيتساهم بشكل كبير جدا في تحسين عملية تدفق الدم وتناول الرومان بيقلل من تراكم الصفايح والتراسبات داخل الشرايين واللي بتشتغل على اعاقة تدفق الدم اللي هي الصفايح والتراسبات دي بتعمل اعاقة لتدفق الدم فتناول الرومان بيقلل من تراكمها طيب ناكله ازاي ممكن احنا نضيف حبات الرومان الى طبق الصلطة بتاعنا ممكن نشرب عصير الرومان وبرضو بنكرر لو حضرتك بتاخد اي ادوية معينة خاصة بالسيولة خاصة بالتخثر الدم لازم تستشيري الطبيب قبل تناول عصير الرومان لانه ممكن يتفاعل مع هذه الادوية طيب لو حضرتك سليمة ما عندك اي مشاكل مع الرومان ومع غير الرومان ما عندك اي مشاكل الحمد لله وبتتغذي بشكل وقائي فما عندك اي مشكلة ان انت تتناولي الرومان او عصير الرومان بس ما نحطش سكر على الرومان لان السكر في فترة الحملة وفي غير فترة الحملة بيزود الالتهاب كمان عندنا الافوكادو الافوكادو هذه الفاكهة العظيمة هذه الثمرة العظيمة ثمرة الافوكادو غنية بالدهون الاحدية غير المشبعة بتحتوي على البوتاسيوم والكرانيتين وطبعا تناول الافوكادو بيساهم بشكل كبير في خفض مستوى الكوليسترول برضو السيء احنا عندنا اتنين كوليسترول كوليسترول ضار وكوليسترول جيد فده بيقلل الضار وبيزود الجيد وبرضو الافوكادو بتساعد على التخلص من الترصبات في الاوعية الدموية زي الرومان وبالتالي كده بتحسن تدفق الدم وده الهدف من الثمرة نفسها ان احنا نحسن تدفق الدم اللي بيصل الى الجنين وبرضو بكرر ان احنا نتناول كل شيء باعتدال بدون افراد افراد يا سعاد حاجة كمان مهمة جدا 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 هي سمكة السلمون سمكة السلمون دي لا تتخيلوا حجم الفواد اللي موجودة في سمكة السلمون سمكة السلمون دي من الاطعمة صديقة القلب ساعد في الحفاظ على الاوعية الدموية وبرضو بتحاول انها تزيل الترصبات اللي بتعيق تدفق الدم غنية جدا باحماض الاوميجا ثري الدهنية عشان حنكورة لما يطلع كده ويكبر الاوميجا ثري دي بتتزود زكاء الاجنة ودي موجودة في سمكة السلمون سمكة غنية جدا باوميجا ثري تشتغل على زيادة مستويات الكوليسترول برضو الجيد وبتقلل من مستويات الدهون السلسية وبالتالي بتحافظ على صحة الشرائب سمكة السلمون بتحتوي على دهون صحية مفيدة للحامل والجنين الدهون دي مفيدة بتعزز من اطلاق اوكسيد النايتريك اوكسيد النايتريك ده بيساعد الاوعية الدموية على التوسع وبيزود من تدفق الدم وبكده احنا بنحصل على تدفق دم بشكل جيد وده اللي احنا عايزين عايز اقول لكم كمان بخصوص سمكة السلمون جمعية القلب الامريكية بتوصيب ان احنا ناكل احنا كلنا حضرتك الحامل وزوجك حسين كمان والاطفال والكبار وكلنا ناكل حصتين في الاسبوع من سمكة السلمون لانها فعلا صديقة للقلب والشرائب الكوركم الكوركم بيحتوي على الكوركمين والكوركمين ده مضاد للالتهابات بيعتبر الكوركم من البهارات القوية بالاضافة الى ان الكوركمين بيزود من انتاج اكسيد النايتريك وده اللي احنا خلاص حفظناه انه هو بيعمل ايه؟ بيشتغل على توسيع الاوعية الدموية بيجعل من السهل على الدم انه يتدفق ويصل الى العضلات والانسجة وبالتالي بيصل ايضا الى الجنين اخر حاجة معاه النهاردة هو اللوز بيساهم في التقليل من مستويات الكوليسترول السيء اللوز بيحتوي على انواع برضو من احماض اوميجا سريع عشان حنكورة حنكورة حبيبنا اما يطلع يطلع زكي وشاطر في المدرسة وبرضو اللوز بيشتغل على التخلص من التراثبات الموجودة في الاوعية الدموية وبساعد الدم على التحرك بسلاسة برضو بكرر تاني ان الجمعية الامريكية بتوصي بتناول 3 الى 5 حصص من اللوز اسبوعيا وبتعادل الحصة حفنة حفنة من اللوز حفنة يا سعاد من اللوز مش اكتر من حفنة يعني مش قرطاص ومش يعني كيلولوز يعني الموضوع كله ان التناول يبقى باعتدال ومش اكتر من الاعتدال حفنة بسيطة طيب في طبعا اطعامها كتيرة جدا بتشتغل على تنشيط الدور الدموية ولو قعدنا نتكلم هممكن نقعد نتكلم مثلا 5-6 ساعات على الاغذية اللي بتنشط الدور الدموية المهم ان احنا ناكل كل اكل ربنا سبحانه وتعالى باعتدال خلي بالكم الاكل اللي احنا اللي تكلمنا عنه ده كله ممكن يكون عند بعض الناس قنبلة موقوتها بعض الناس ممكن يبقى عندهم مشكلة صحية لو اكلوا الاكل ده فلازم تستشيري طبيبك هل انت عندك اي مشكلة ولا لا ولو ما عندك اي مشكلة تناولي انما لو عندك يفضل لا لازم نرجع للطبيب اولا طبعا المعلومات اللي احنا بنقدمها هي معلومات للتوعية والمعرفة فقط اما المتابعة متابعتك مع طبيبك الخاص شكركم شكرا جزيلا واشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر